بسم الله الرحمن الرحيم من الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيات أعمالنا من يهده الله فلا من ظل له ومن ظل الفلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد ورسول أحمد الله سبحانه وتعالى جمعنا في هذا المكان وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد نعم الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد لا بد نتأدب بآداب طالب العلم في مجالس العلم والعلماء نعم الثاني كيف كانت مجالس السلف جبرين عليه السلام عندما جاء إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع جلس جلس جلسة المتعدب المتعلم أنصت لكلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاطعه من النبي صلى الله عليه وسلم سؤال سؤال واحد ثم أخذ ينصي حتى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفهم فذا بوهلاك أراب على لسا ما زندا استني الرجل هو في الحقيقة متعلم لكن قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه معلم لماذا؟ لماذا؟ لأن جبريل عليه السلام ظهر عليه أثر العلم أثر التعلم جبريه أنت فالصلي يا مما مار سرعاته فالصلي سلام يتجي الجن عندما حضروا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا؟ جن وكمندازيهو كان ودى نبي ياتين بمطوكذية من دلنويتة فعبالت فلما حضروه قالوا أنصتوا يا مطوكذية من دلنويتة فعبالت أتفالوا عتمتاتة فعبالت حتى فرغ النبي صلى الله ثم بعد هذا رجعوا إلى أقوامهم يعلموهم ويرشدوهم موسى عليه الصلاة والسلام أراد أن يتعلم من الخضر فقال له ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا يعني يقول له أنا أعرف آداب طالب العلم سأصبر سأصبر على ماذا يصبر على ماذا قد تكون هناك شدة من المعلم من المدرس عليك نعم فلابد أن تصبر ثم قال لا أعصي لك أمرا الطاعف المعروف موسى من عليه أن يملك فهم ما يصبر على ماذا يصبر على ماذا يصبر على ماذا يصبر على المعروف اشتركوا في القناة